هذا الشخص الذي تعنيه وقد اتفق مع السيد المكلف على تحييده قد التقى المكلف قبل ايام وجلس معه على مائدة وشربه وقهوة سوى قالوا لك بل السياسة فيها كل شيء لان الاطراف السياسية الاخرى استاذ نجيم تعتقد ان هذا العداء هو الذي مزق الصف الشيعي وهو الذي اضعف الشيعة وبالتالي يحاول الاطراف الاخرون الذين يجاهدون في اعادة انتاجهم من جديد بعد هذه التظاهرات وبعد دعم المرجعية لها وبعد الدعم الدولي لها يحاولون جهد الامكان ان يعيدوا بناء الصف الشيعي وهم يعتقدون ان بناء الصف الشيعي لا يتم الا بهذه المصالحة لكن انا من النجف وبالناصرية واعرف كل الزيان هذه الاشياء لا تتم بفنجان قهوة يعني تراكمات ورهاصات كثيرة ووعود تم اتخاذها وحتى الان يعني نتخلى عن الحديث اقول لك الشرط الثالث في بوضوع قبول علاوي لهذه الصفقة وهو ان يعني تتم الانتخابات الممكرة وفق القانون الاخير الذي تم تعديله لان هذا القانون الذي تم تعديله كتب من قبل هذه الهيئة السياسية ومن قبل بستشار في رئاسة الجمهورية تابع لهذه الهيئة السياسية وسيعطيها هذا القانون يعني الوصول الى تقريبا مئة مقعة كما هم يعني يؤكدون ان هذا القانون سيتيح لهم مئة مقعة في الانتخابات القادمة ولذلك تم الاتفاق على محمد علاوي بعد الاتصال بقادة فتح من قبل هذا الزعيب السياسي طيب اذا انا ركنت الى هذه الفرضية انا ساذهب معك بالتفكير اذا ركنت هذه المعلومات اذا كانت هذه الجهة وهي معروفة وتلوح باستخدام القوة في فرض كابينة السيد علاوي ما الذي يجبر الاطراف الشعية الاخرى بالقبول بهذا بحيث انه كتلة اخرى ستلتهمهم وتكون هي المسيطرة وبالتالي تضيع عليهم الفرص الاخرين اللي يستكتوا شل السبب جيد اليوم القوة الشعية الاخرى يعني قسم معتها رافضة يعني مثلا النصر خلي نسمي جناح العبادي رافض لهذا الموضوع جناح المالكي رافض لهذا الموضوع الذين قبلوا به على مضض وانا قلتها في برنامجكم يعني في حلقة سابقة قلت ان محمد علاوي هو مرشح سائرون قبل به على مضض فتح بسبب انه هناك بعض الامتيازات التي ستمنح لهم وبعض الوزارات التي كانت ممنوحة في الحكومة السابقة ستبقى لهم وهي وزارات معروفة يعني هذا السبب هناك تقسيم مناصب ومغانم لكن الامر اليوم موكل بيد هذه القوى السياسية التي ترونها تدافع باستماتة سواء كان من قبل زعيمها السياسي او من قبل نائبها في البرلمان والذي يحاول جهد المكان حتى ان انشق صفوف البرلمان اشتركوا في القناة